السلام عليكم في الحالة اللي فاتت اتكلمنا عن موبايل شاوم بريدمي نوت 12 وفي الحالة اللي هتنتكلم عن النسخة الأكبر منه بشوية وهي نسخة البرو فركز معها كويس قوي عشان دي فعلا نسخة ممتازة جدا من وصفتها خارقة وفي نفس الوقت سعرها رخيص جدا وصاد الامكانيات اللي بقدمها الموبايل دوت فالله بنا نمدأ أول حاجة اللي يبدأ بي هي الخامات للأسف مفيش معلمات عن الخامات كل المواقع عملك فيها شرطة يعني محدش عارفها بس غالبا يعني تيجي مصنع من البلاستيك مع فريم للبلاستيك ولو فيه تغيير فيها هتلاقوها في الفيديو وبيجي بوزن 187 جرام وبيدعم تركيب شرحة نتصال مع دعم شبكات الفايف جي وبنسبة لصوته الخارجي فالصوتنا بيجي استيريون بقوة 84 بيت وبيدعم منفذ 3.5 وبيجي معمارية IP53 يعني مقامل الوبار ورزاز الماء وركز رزاز الماء مش المية أما بقى بالنسبة للشاشة مع نسبة استحواز 7.8% وبدقة Full HD Plus ومع كسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة وبتيجي بقوة إضاءة 900 شمعة ومع معدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز وكمان بتدعم المليار لون وتقنية الـ HD Arden Plus ومعهم كمان تقنية وديها طبعا كل دي مميزات في الشاشة الشاشة الجمدة جدا والعيب الوحيد اللي فيها بس ان هو مش بيجي عليها طبعة حماية لكن كم مصافات شاشة الشاشة خارجة جدا موجودة في موبيلات أضعاف أضعاف سعر الموبايل دوت أما بقى بالنسبة للرام والذوقرة فالموبايل بيجي بربعة نسخ الأولى 128 جيجا مع 6 جيجا رام والتانية 128 جيجا مع 8 جيجا رام والثالتة 256 جيجا مع 8 جيجا رام والربعة 256 جيجا مع 12 جيجا rام وبالنوع وللاسف مش بيدعم تركيب عكس النسخة العادية اللي بتدعم تركيب أما بقى بالنسبة لل Linux والمعالج فالموبايل دوت بييجي من نزام تشغيل اندرويد اتناشر مع واجهة مع معالج ستة نانو وبتردد اتنين وستة عشر جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي جي تمانية وستين وبنسبة لي عن اداء المعالج ده فده معالج محترم جداً هيديك اداء جبار برامج والالعاب والالعاب اساساً تشتغل على الاعلى اعدادات وفي نفس الوقت حافظ لك على البطارية بسبب معمالية التصناع بتاعته واللي هي ستة نانو. اما بقى بالنسبة الكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية. الاولى بدقة خمسين ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 وبتدعم التثبيت البصري OIS. والكاميرا التانية بدقة تمانية ميجابيكسل بفتحة عدسة F1.9 ودهية كاميرا الترا وايت. بتصور بزاوية مئة وتسعتاشر درجة. والكاميرا التالتة بدقة اتنين ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.4 ودهية كاميرا ماكرو. وبيجي معهم فديش لده مزدوج وبيدعمه تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة فور كي بسرعة تلاتين فريم. وبنسبة للكاميرا الامامية فبتيجي بدقة ستة عشر ميجابيكسل. وبتدعم تقنية الHDR وتقدر تصور فيديو بدقة فول اتش دي بسرعة ستين فريم. وبنسبة ليعني اداء وجودة الكاميرا الديت. فواضح من الارقام انها تديك اداء كويس جدا وساطفقته السعرية. لكن من ناحية انه افضل اداء في الكاميرات دليلية لسه ما نعرفهاش. بس يعني الارقام متطمنا. ما تقلقش اداء هيكون كويس. اما بقى بالنسبة لبقى تقنية فالموبايل دوت بيدعم الواي فاي من والبلوتوث من اصدار ومعما كمان الجي بي اس وتقنية الف سي والآي ار لكن مفوش راديوم. اما بقى بالنسبة لبطارية فبتيجي بالسعر ممتازة جدا وهي خمس سلاف ميلي امبير. وفي نفس الوقت بتدعم الشحن السريع واللي هو السبعة وستين واط. مع شحن النوع تايب سي. يعني تشحن البطارية من سفر الماء في المية في حوالي الساعة الاربع. وبنسبة للالوان فالموبايل انا بيجي باربع الوان. الاسود والازرق والابيض والبنفسجي. اما بقى بالنسبة للسعر فالموبايل دوت اتالى عنه بالسعر ميتين واربعين دولار. يعني حوالي خمسة تلاف خمسمية خمسة وخمسة وخمسين جنيه مصري. وتسعمية واحد ريال سعودي. ودلوقت بقى الاسعار زرق قدامك بباقي عملات الدول العربية. وبس كده كده انا خلصت. وبنسبة الرأي في الموبايل فانا شايفه يعتبر اكتر صفقة مربحة في سنة الفين وعشرين. وممكن كمان سنة اللي جاية. اشان الموبايل فعلا بيقدم وصفات ممتازة جدا. وصد سعر مزلزل في الفئة المتوسطة. هو اساسا في موبايلات اقتصادية بتيجي بالسعر مش متوسطة. فسعره طحفة. وطبعا كده انا خلصت. ورأيك مهم جدا في التعليقات. ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وشير. وسلام.